الحلقة الأولى اللغة العربية الصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الثاني وحدة ألعابنا وهواياتنا قصة الوحدة فاطمة تحب القراءة هيا يا أبناء الأعزاء نقرأ معا هذه القصة الجميلة فاطمة تحب القراءة القراءة هواية فاطمة فهي تحب قراءة القصص الجميلة والكتب المفيدة وتحب تلخيصها ورسم الشخصيات التي تعجبها القراءة هواية فاطمة فهي تحب قراءة القصص الجميلة والكتب المفيدة وتحب تلخيصها ورسم الشخصيات التي تعجبها في الطابور الصباحي أعلنت مديرة المدرسة عن تنظيم مسابقة تحدي القراءة فرحت فاطمة بهذا الإعلان وسارعت إلى تسجيل اسمها عند المشرفة على تنظيم المسابقة في الطابور الصباحي قرأت فاطمة عشرة كتب ولخصت كل كتاب وكتبت عنوانه واسم مؤلفه وعدد صفحاته ودار نشره في الجواز الأحمر عرضت فاطمة الجواز الأحمر على المشرفة قرأت المشرفة ما كتبته فاطمة بإعجاب وقالت لها أحسنت يا فاطمة لقد اخترت كتبا مفيدة وتلخيصك رائع عليك بقراءة عشرة كتب أخرى وملء الجواز الأخضر بالمعلومات عرضت فاطمة الجواز الأحمر على المشرفة قرأت المشرفة ما كتبته فاطمة بإعجاب وقالت لها أحسنت يا فاطمة لقد اخترت كتبا مفيدة وتلخيصك رائع عليك بقراءة عشرة كتب أخرى وملء الجواز الأخضر بالمعلومات أقبلت فاطمة على قراءة القصص والكتب بفرح وسرور ودونت المعلومات في الجواز الأخضر كانت فاطمة تعرض كل جواز تنتهي من تدوين معلوماته على المشرفة ثم تنتقل إلى الجواز الذي يليه أقبلت فاطمة على قراءة القصص والكتب بفرح وسرور ودونت المعلومات في الجواز الأخضر كانت فاطمة تعرض كل جواز تنتهي من تدوين معلوماته على المشرفة ثم تنتقل إلى الجواز الذي يليه ما أجمل هذا الشعور الذي غمر فاطمة لقد دونت معلومات الجواز الذهبي بكل براعة وعرضته على المشرفة التي شكرتها كثيرا وقالت لها ستكونين من الفائزات بإذن الله حل يوم تكريم الفائزات وتصدرت فاطمة القائمة نادت المديرة فاطمة في الطابور الصباحي وسلمتها الجائزة الأولى وقالت لها أحسنت يا عزيزتي نحن نفتخر بك كثيرا حل يوم تكريم الفائزات حل يوم تكريم الفائزات وتصدرت فاطمة القائمة نادت المديرة فاطمة في الطابور الصباحي وسلمتها الجائزة الأولى وقالت لها أحسنت يا عزيزتي نحن نفتخر بك كثيرا التدريب الأول ما عنوان القصة التي قرأتها؟ هل هو تحدي القراءة؟ أو فاطمة تحب القراءة؟ أو حصص القراءة؟ هيا تذكروا يا أبنائي فاطمة تحب القراءة أحسنتم التدريب الثاني أضع دائرة حول الشخصيات التي شاركت في القصة هيا فكروا قليلا يا عزيزتي من شارك في قصة اليوم؟ المشرفة أحسنتم ومن أيضا؟ فاطمة ممتاز والثالثة من هي؟ هل هي المعلمة؟ أو رحاب أو المديرة؟ المديرة بارك الله فيكم الشخصيات في القصة المشرفة وفاطمة والمديرة التدريب الثالث ما اسم المسابقة التي شاركت فيها فاطمة؟ للإجابة عن هذا السؤال ألون الإجابة الصحيحة لدينا ثلاث إجابات واحدة منها فقط صحيحة هينتبهوا يا أعزائي فهل هي مسابقة جمال القراءة؟ أو مسابقة القراءة الممتعة؟ أو مسابقة تحدي القراءة؟ أو مسابقة حب القراءة؟ أحسنتم مسابقة تحدي القراءة؟ فعلا هي مسابقة تحدي القراءة؟ التدريب الرابع أرتب المعلومات التي كتبتها فاطمة عن كل كتاب كما وردت في القصة قرأت فاطمة عشرة كتب ولخصت كل كتاب وكتبت كتبت؟ ماذا كتبت؟ ما الترتيب الصحيح لما كتبته فاطمة؟ أحسنتم قرأت فاطمة عشرة كتب ولخصت كل كتاب وكتبت عنوانه؟ نعم نضع رقم واحد تحت عنوانه اسم مؤلفه؟ جيد نضع رقم اثنين تحت اسم مؤلفه عدد صفحاته؟ رائع نضع رقم ثلاثة تحت عدد صفحاته دار نشره ممتاز نضع رقم أربعة تحت دار نشره الترتيب الصحيح عنوانه اسم مؤلفه عدد صفحاته دار نشره ممتاز التدريب الخامس ألون الجملة التي قالتها المشرفة لفاطمة لما سلمتها الجواز الأحمر شكرا يا فاطمة لقد قرأت كتبا مفيدة أو أحسنت يا فاطمة لقد اخترت كتبا مفيدة ماذا قالت المشرفة؟ قالت المشرفة لفاطمة لما سلمتها الجواز الأحمر أحسنت يا فاطمة لقد اخترت كتبا مفيدة هذا رائع شكرا يا أبنائي أنتم تتابعون القصة بشكل جيد التدريب السادس ألون الإجابة الصحيحة كانت فاطمة تعرض كل جواز تنتهي من تدوين معلوماته على المشرفة على المديرة على أمها أحسنتم على المشرفة كانت فاطمة تعرض كل جواز تنتهي من تدوين معلوماته على المشرفة التدريب السابع ألون الإجابة الصحيحة أحرزت فاطمة الجائزة الأولى أو الجائزة الثانية أو الجائزة الثالثة أحسنتم أحرزت فاطمة الجائزة الأولى أحسنتم يا أبنائي شكراً على متابعتكم وانتباهكم نلتقي في الدرس القادم بإذن الله تعالى